دي كانت بعض الأخبار الخاصة بالأهلي وبالزمالك أخيراً وقبل الفاصل أخيراً وقبل الفاصل فيتوريا مبارح الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم طلع يتكلم في تصريحات إعلامية مع الزميل سيف زاهر وقال أنه من الجائز أن احنا ما ندفعش الشرط الجزائي بتاع فيتوريا على ماذا استند الاتحاد المصري في احتمالية عدم الدفع الشرط الجزائي للمدير الفني البرتغالي اللي تم اتقلته بعد التوديع المخجل من بطولة أمم أفريقيا من دور الستاشر وأنا مصمم أقول مخجل لأنه آية أستاذ جمال كل الفرق الكبيرة خرجت أو أغلبها من دور الستاشر لكنه يبقى خروجاً مخجلاً تلت تعادلات وتعادل رابع أدى إلى توديع بطولة فهو مخجل وخسارة البقيين وخروجهم لم يكن حتى بالشكل اللي احنا خرجنا منه البطولة فمهم جداً نعترف بأن الخروج كان مخجلاً عشان ما يتكررش دي بداية أن احنا ما نكرروش وإن كان يعني المعطيات هي نفسها آه جالنا جهاز فني جديد الكابتن حسام حسن حياة كويسة في دعم واضح الجمهور كمان مبسوط نسبياً مبدئياً بوجوده لكن أنا شايف أن الوضع زي ما هو يعني إنما استند عليه الأستاذ جمال علام تلت جهات تلت جهات بتمنح اتحاد الكرة تبقى لتوصياتها الحق في أنه ما يدفعش الشرط الجزائي بتاع بيتوريا واحد اللجنة القانونية في اتحاد الكرة اتنين اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة تلاتة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اتحاد الكرة راح لهم التلاتة وسألهم أدولوا آه ممكن يتم تفسير البند بتاع الشرط الجزائي إن الراجل ملوش الشرط الجزائي اللي هو راتب تلت شهور قبل ما استعرف معكم البند بتاع القصة دي فأقول لكم إنه اللجنة القانونية في اتحاد الكرة المصري أساساً ما كانتش وقعت على العقد وقت توقيعه مع فيتوريا أو المستلم المهمة أو قبل ما تم الاتفاق إزاي ما عرفش هل ده ينفع لا تلو بتمضي عقد مع يعني مع أي حاجة مع أي حاجة في الدنيا لازم المستشار القانوني بتاع الجهة دي يكون مراجع العقد زي ما أنت من حقك إنك تروح لمحامي وتراجع العقد فالمحامي بتاع اتحاد الكرة ما شافش العقد ولسه هيشوفوا الأول مرة فبيراجعوا فلما تسأل على البند ده قال لهم آه ممكن إن القصة تبقى مش من حق وشرط جزائي طب إيه بقى العقد نفسه تعالوا نشوف العقد نفسه البند بتاع الشرط الجزائي بينفرد بيه برنامج الماتش لحضراتكم عبر وسادة البلد بيقول خامساً لا يحق لأي طرف فسخ العقد قبل كأس الأمم الإفريقية القادمة وفي حالة الفسخ من أي طرف فإن ذلك الطرف سيدفع راتب سلاسة أشهر كشرط جزائي للطرف الآخر ليها تفسيرين أنا بميل لوحد فيهم تمام بس ليها تفسيرين تعالوا نقولهم تفسير الأول الاتحاد الكرة بيقوله رايح له وبدعم ثلاث جهات هو إنه ما فيش ما فيش حاجة تسمح لك إنك تفسخ العقد قبل كأس الأمم الإفريقية لكن لو عملت كده هتدفع راتب ثلاث أشهر قالك طب ما إحنا فسخنا عقده بس بعد أمم أفريقيا مش قبل وما فيش أي بند تاني عن الشرط الجزائي إلا البند ده وبالتالي إحنا فسخنا بعد فبالتالي إحنا كنا ينفع ندفع لك لو فسخنا قبل بس يا مستر فيتوريا ده التفسير التفسير التاني بقى قبل الفاصل اللي هو بيلجأ له فيتوريا بيقولك فيه إنه لأ ما فيه فاصلة ما فيه فاصلة خلاص أنت مش من حقك تفسخ قبل لكن لو فسخت عموما تدفع ثلاث شهور ده اللي بيلجأ له فيتوريا سألنا مصدرا مقربا من مستر روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني على تصريح الأستاذ جمال علام وعلى نقطة العقد اللي حصلنا عليه فكانت إجابته إن ده تصريح غير مسؤول من شخص مسؤول لكني سأتجاهله ده المصدر المقرب احتراما للكابتن حازم إمام اللي أبرمت معاه هذا التعاقد وسأعتبر التصريح وكأنه لم يكن وإني لو إني هواصل عادي جدا انتظار القصة بتاع الشرط الجزائي ولو ما حصلش هبدأ تباعا التحرك قانونيا تجاه أو ضد اتحاد الكرة المصري طبعا إحنا أسدزة في فكرة أنه يتقلل نفس الكلام ده من كل مدير فني بيمشي لكن في الآخر من حق كل جهة أنها تراجع العقود وأنها تشوف إيه اللي ليها وإيه اللي عليها مع تنفيذ اللي عليها بنسبة 100% علشان كفايانا حوارات ترجمة نانسي قنقر